اعلن الجيش الروسي وفرضه السيطرة الكاملة على مستوطنة بيسكي في منطقة دوناسك قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في بيانه اليومية إنه نتيجة لهجوم من قوات الجيش الروسية فقد تم تحرير مستوطنة بيسكي مضيفا أن أكثر من سبعين عسكريين أوكرانيا قتلوا وأصيب ثلاثمائة نتيجة القصف الصاروخي الروسي في منطقة خاركيف قالت المخابرة العسكرية البريطانية إن جسرين رئيسي يينيو الدياني إلى منطقة خسرية وفرسون الأوكرانية توقف استخدامهما على الأرجح لأغراض إعادة الإمداد العسكرية أوضحت بريطانيا أنه حتى مع حال أو في حال تمكنت روسيا من إجراء إصلاحات للجسرين فإنهما سيظلان نقطة ضعف كبيرة وأضافت أنه مع تقييد سلاسل الإمداد عبرهما فإن حجم أي مخزونات تتمكن روسيا من وضعها على الضفة الغربية سيكون على الأرجح عاملا رئيسيا في قدرة قواتها على الصمود في المنطقة قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء تقارير بشأن توجيه اتهامات لمواطنين من بريطانيا والسويد وقرواتيا في دوناسك إثر مشاركتهم في القتال ضد روسيا وشدد بلينكين على ضرورة التزام روسيا باحترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الحقوق والحماية الممنوحة لأسر الحرب قالت الأمم المتحدة أن مركز التنصيق المشترك المعني بالإشراف على مبادرة حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية منح الإذن بمغادرة سفينتين جديدتين تحملان الحبوب من الموانئ الأوكرانية ذكرت الأمم المتحدة في بيان وزعته في جناف أن السفينتين ستغادران من ميناء تشارون مارسك وأشار البيان إلى أن فرق التفتيش من مركز التنصيق المشترك كانت قد أنهد بالأمس تفتيش سفينتين للمغادرة من ميناء أوديسا الأوكرانية كما سيقوم بتفتيش سفينة أخرى متجهة للخارج وأن العمل يتم وفقا للإجراءات المتفق عليها بالمركز حيث يقوم جميع المشاركين بتنصيق مع السلطات العسكرية الخاصة بهم وغيرها من السلطات ذات الصلة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية صرح مسؤول في وزارة الخارجية الروسية أنه يجب على واشنطن إجبار الرئيس الأوكراني فلودمار زيلناسكي على العودة للمفاوضات مع روسيا وقال مدير إدارة أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية أليكزاندر دارشيف إن أفضل حل لواشنطن لتجنب هزيم موزيلا كما حدث مؤخرا في أفغانستان هو إجبار الرئيس الأوكراني على العودة إلى طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان وأشار دارشيف إلى أن استمرار واشنطن وحلفائها في الاتحاد الأوروبي بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لا تؤدي إلا إطالة معاناة النظام في كييف وإطالة أمد الصراع ومضاعفة عدد الضحايا اشتركوا في القناة مسؤول عسكري بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وجود أي تهديد وشيك لسلامة محطة زابورجيا النووية في أوكرانيا حذر المسؤول الأمريكي في الوقت نفسه من تغير الأوضاع بشكل سريع هناك وأكد المسؤول أن القوات الأوكرانية تحقق بعض المكاسب المحدودة شمالي خركاف وتواصل عمليتها الهجومية في خرصون وأفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابورجيا فلاديمير روغوف بأن قصف محطة زابورجيا الكهرودرية سيتوقف إذا تم طرد الجيش الأوكراني من المراكز السكنية اتهم وزير الصحة الأوكراني فكتور لياشكو السلطات الروسية بارتكاب جريمة ضد الإنسانية وذلك من خلال قيامها بمنع وصول الأدوية في المناطق التي سيطرت عليها بعد العملية العسكرية على أوكرانيا وقال لياشكو في تصريح أن روسيا عقلت مراراً الجهود المفدولة من أجل توفير الأدوية المدعومة في المدن والبلدات والقرى الأوكرانية ولم تسمح روسيا بفتح ممرات إنسانية منازبة من ناحية أخرى أعلن نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكرانية أن فنلندا ستشارك في إعادة إعمار منطقة تشيرنيف الأوكرانية موضحاً أن المنطقة بحاجة إلى ترميم سريع لأكثر من أربعة ألاف وأربعمائة وتسعة وسبعين مبنى سكنية صارد المسؤول الأوكراني خططاً لبناء مساكن للنازحين متوقعاً بناء مباني سكنية من خمسة طوابق وذلك في غضون خمسة إلى ستة أشهر في ست عشرة منطقة في أوكرانيا تحية لكم من جديد أعلنت شركة الغاز الروسي العملاقة جاس بروم شحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وكانت روسيا قد أعلنت أن تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا لم يكن ناجماً عن سياسات موسكو بل نتيجة للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على روسيا أعلنت شركة ميرو المشغلة لخط الأنابيب التشيكي استئناف شحنات النفط الروسي إلى التشيك ذلك من خلال الفرع الجنوبي من خط الأنابيب دروكبا الذي يمر عبر أوكرانيا بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوع ذكر راديو براج الدولي أنه تم تعليق نقل الإمدادات عبر خط الأنابيب من قبل أوكرانيا وذلك في الرابع من أغصص الجاري حيث أنها لم تتسلم المدفوعات مقابل خدمات العبور من روسيا لهذا الشهر وأوضح أنه على الرغم من أن روسيا أرسلت الأموال في يوليو الماضي إلى أنه تعذر معالجة المدفوعات بسبب العقوبات المفروضة وأضف راديو أيضا أنه تم بالفعل استعادة إمدادات النفط التي تتم عبر خط الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا لافتا إلى أن الجزء الشمالي من خط أنابيب دروكبا الذي يمر عبر بيلاروسيا باتجاه بولندا وألمانيا لم يتأثر قال البنك المركزي الهندي أن الولايات المتحدة قد أبلغت الهند قلقها من استخدام نيو ديله لتصدير الوقود المصنوع من النفط الروسي إلى نيويورك في انتهاك للعقوبات الأمريكية وذلك من خلال عمليات نقل في المياه الدولية لإخفاء مصدره وأوضح معك الباترا نائب محافظ بنك الاحتياطية الهندي أن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت نيو ديله أن سفينة هندية نقلت نفطا من ناقلة روسية في إعالي البحار إلى ميناء في ولاية جوجرات على الساحل الغربية حيث تم تكريره وشحنه وتحضر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير استراد منتجات طاقة روسية المنشأ بما في ذلك النفط الخام والوقود المكرر ونواتج التقطير والفحم والغاز